لا يكاد ينفك المشهد السياسي في العراق عن صراع محتدم يروج على أنه حالة صحية في السياسة الحديثة لكن لهجة المتصارعين فضلا عن المسار كثير المطبات تؤكد شيئا مغايرا مفاده أن مشهد العراق الجديد استفرد بحالة سياسية يكاد يخلو منها العالم ارجع وراه بمنطق القوى والعسكرة بعيدة عن منطق الديمقراطية التي وعد بها بوضع عند غزوه للعراق يتصارع شركاء العملية السياسية بتوازي مع دنو موعد الانتخابات القادمة فيحرص كل طرف على الإسهاب بالكتل الكلامية الجاذبة شعبيا ويتأبط السياسيون دعاية انتخابية تقوم على أساس دغدغة مشاعر طائفة المتحدث فحينما تعز المنجزات يستدعي الخطاب الديني والطائفي سواء كان بصبغة المظلومية أو الاحتفاء وعلى سبيل المثال لا الحصر هذا النائب عقيل عبدالحسين المدني دير العراق وفق العشرين سنة القادمة ما يكتر لأنه هناك حاكمية للانتمعات من بغداد ونازل فبالتالي أكو أكثرية والشيع ما ينطوها بين قوسيا لأنه لابد أن يكون واحد هذا يركن ما يفيد نتحدث بكل صراحة التاريخ يكتب الآن ولازم واحد من إسلامي ولازم من الأخوان اللي كانوا بره تنزيغ القادمين من الخارج واحتكار الحكم عليهم يقابله رد من شريك في العملية السياسية يلامس شيئا من الواقع ليصرح بأن ما يسمى بالشراكة السياسية لا تملك حتى من اسمها نصيب بحسب النائب محمد الكربولي لذلك أقول لك لا يوجد زعيم سني اللي يقبل على نفسه أن يكون ذيل هذا مو زعيم واللي يقبل أن يفتت أهله هذا مو زعيم بيد أن المشهد عن قرب ينفي ما قاله النائب الكربولي بتشخيص المشكلة على أنها افتقاد قيادة أو زعامة بقدر ما هي هيمنة سياسية وعسكرية لطرف على آخر فاختزلها هو وزملائه محاولين التملص دون جهد من معايير الخطأ والصواب خصوصا وأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا فكيف بموثليهم الطرف المهيمن أو صاحب القرار يعاني هو نفسه من حالة جنون استفراد خطيرة ضربت جمعا كبيرا من أركانه فمنصب رئيس الوزراء بات محل نزاع بين مريدي إيران بحسب صحيفة العرب اللندنية الصحيفة كشفت عن تصاعد الخلافات داخل ميليشيات الحشدة بشأن ترشيح زعيم ميليشيا بدر هاد العامري لرئاسة الحكومة مع سعي إيران الحثيث لتجميع الأحزاب الشعية في كتلة نيابية واحدة تضمن فيها الحصول على رئاسة الحكومة مرجحة قيام نور المالك بدعم أي مرشح آخر غير حيدر العبادي وبين صراع سياسي مبهم النتائج ودبلماسية تحديد التحالفات يرى كثيرون أن كل ما يطفو على السطح اليوم لا يعد كونه ترويجا مستهلكا لبطاعة يراها العراقيون رديئة